السباق على رئاسة الوزراء في بريطانيا شارف على الانتهاء وبات ينحصر بين مرشحين اثنين هما ريشي سوناك واليستراس كلا المتنافسين سيطلقان حملتيهما الانتخابية خلال الأيام المقبلة وذلك على أمل كسب أكبر عدد من الأصوات في حزب المحافظين وبالرغم من أن سوناك وتراس شغل مناصب وزارية ضمن حكومة بوريس جونسون فهما يختلفان في مواقف عدة فسوناك الذي كان مكلفا بحقيبة وزارة المالية أحد أبرز داعمي حملة مغادرة الاتحاد الأوروبي إذ كان يعتبر منذ البداية أن البريكسيت يعزز قدرة بريطانيا على استعادة السيطرة على حدودها سوناك قال كذلك إنه سيضع الحكومة في حالة تأهب قصوى منذ أول يوم لتوليه منصبه وسيركز في هذا السياق على قطاعي الاقتصاد والصحة بالإضافة إلى أزمة الهجرة وعلى عكس منافسيه يرفض سوناك الالتزام بخفض الضرائب في حال فوزه برئاسة الوزراء فهو يرى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية وديون عامة متراكمة وزيرة الخارجية الاستراس من جهتها قدمت عودا أخرى بإجراء تخفضات ضريبية أما فيما يخص علاقة لندن بالاتحاد الأوروبي فقد تعهدت بإلغاء جميع قوانين التكتل المتبقية التي لا تزال سرية في بريطانيا وسبق أن عبرت عن عدم موافقتها على بروتوكول أيرلندا الشمالية التي تملك حدودا مباشرة مع الاتحاد الأوروبي علما أن وزيرة الخارجية كانت من المدافعين عن البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016 وبالرغم من تباين بعض الرؤى بين سوناك وتراس يرى مراقبون أن الصعودهما للسلطة قد لا يغير الكثير في المشهد السياسي البريطاني فبعض مواقفهما مشابهة للسياسة رئيس الوزراء الحالي جونسون باعتبارهما عضوين بارزين في حكومته ترجمة نانسي قنقر